محمد خليفة معانا وإسلام علي نتكلم كلام مهم جدا عن زمالك محمد أنت كان عندك فيديو عن أرقام مصطفى شلبي صح كده؟ احنا عرضنا الفيديو بتاع المدرب وتعليماته حيصطدم بقى ليه لعبه في زمالك نتغير فكرة تعالى نشوف مصطفى شلبي بتحرك إزاي في الملعب كأرقام دي صور مصطفى شلبي كتوة الخارط الحرية بص يا صديقي ومشاهدينا الراجل هو اللي على الشمال معظم تحركاته يعني الخط وجوه خطوتين قارب مثلا بزيزو اللي هو زميله برضو اللي بيلعب ناحية اليمين أو ناحية الشمال خارطة زيزو جوه الخط وجوه الملعب وجوه منطقة الجزاء الخارطة هنا أشمل حتى الملاطق اللي بتحرك فيها مصطفى شلبي يا إما بيهاجم من ناحية الشمال قوي يا إما بينزل يدفع من ناحية الشمال أو أحيانا قليلا بيبقى في قلب البلعب هدى إنما زيزو بتحس إنه ينفع شمولية طب أنا هقولك زيزو في الزمالك مركز لعب ومركز أساسي ده تعلم قرنه باللاعب اللي بيلعب في النادي الأهل في نفس المركز بتاعه الليفت وينجر بتاع الأهل حسين الشحات حتلاقي إن مصطفى شلبي أقل من حسين في كل رقم يتعلق بالتزديد واللعب على المرمى أعلم في الدريبل وفي امتلاك الكورة والبساط ولكن أي رقم يتعلق بإجابية على المرمى هو بعيد عن حسين الشحات هتلاقي الأسهم الخضرة في ناحية حسين الشحات في كل شيء يتعلق بالإجابية على المرمى هذه الصورة اللي بعدها هتلاقي دايماً اي شيء ده هنا برضو مصطفى شلبي وحسن الشحات عبت المضبطة الهبلزاب الارقام الباقية هتلاقي ان كل شيء يتعلق بيه الاجابية عجون واللعب عجون هتلاقي حسين الشحات اسهم الاسهم هنا هنا حسين الشحات اقل في ايه كل شيء اتعلق بيه البساط والتمريرات اللي على مين حسين الشحات والشمال مصطفى اه ارقام مصطفى هتلاقي حلوة في ايه في كل شيء ليه علاقة بالتمرير والاستلام والدريب انما كل شيء ليه علاقة بالتهديف هتلاقي حسين الشحات والتفاقات السورة اللي بعدها بتوضح بيه كل الأرقام إجابية لصالح مصطفى في الدريمن والحاجات دي إنما كل شيء ليه علاقة بالفرص والفرص المحققة واللعب عالجون تحت تلاقي حسين الشحاب صعب فهي دي فكر جوميس هستطل من لازم يغير ويعدل منه يأما حيبتدي الزمالك يدور في الصفقات اللي جابها أو يبتدي يدور في توظيف جديد لعبدالله السعيد أو في الاتنين اللي جابهم وينجر اللي هو الرجل الأوغندي ترافيس أو المحمد عطف منطن